النهاردة عندي نصيحة للناس اللي خلصت دايب ماستر او ان هي بتعمل دايب ماستر او حد يقنعك بعد ما تخلص دايب ماستر ان انت المفروض تعمل كورس مدرب بادي لان غالبا بيكون بيضحك عليك وعايز اخد فلوسك وبالتالي بعد ما هتخلص الكورس مش هتلاقي شغل ومش هتعرف تجمع فلوس وغالبا يعني الموضوع مش هيقدي باي نوع من انواع الفايدة بعد كده فانا النهاردة نصيحتي او حد يقنع من الموضوع ده تفتكر الكلام ده موضوع تفتكر الكلام ده فعلا حقيقي او قاعد بص تحت رجليك خليك دايما باسس لقدام هل انت ضمن الوظيفة اللي انت فيها طب ايه المانع ان انا يبقى عندي وظيفة تانية جنب الوظيفة دي هل انت في يوم الايام حابب في يوم الايام ان انت ترجع الوقت التقاعد وتقاعد متقاعد هتقاعد في البيت متقاعد تعمل ايه لازم تعمل شوية اكتيفتي فتخيل ان الكورس المدرب حيمكنك من ان انت تعمل كل الايه الاكتيفتي دي وانت بتحب الحاجة دي نفسها لو انت بتحب ان انت تدرس او تحب ان انت تدي كورسات فحيبدأ احسن اختيار لك فقوع تسمع للناس دي بالعكس انت فكر في الصالح ليك اعتبر ده كأنه استثمار ليك على المدى البعيد اه دلوقتي ممكن تدفع مبلغ لكن بعد كده حيجيب عائد ممتاز بس فكر فيها انت تعرف ان انت من بعد حتى الكورس بتاع بادي الانستراكس والليفل او المستوى المدرب ان انت ممكن تسافر تشتغل في المجال ده يعني احنا عندنا في بادي جوب في اماكن كتيرة تقدر تقدم فيها المالديف اندونيسيا مصر حتى في اوروبا في اوروبا كل سنة بيقدموا او بيطلوبوا ناس تبتدي تشتغل معهم في الصيف تخيل ان انت ممكن ترفي العالم بسبب شغلنا دي فعشان كده النهاردة انا جاي لكم بالنصيحة دي ما تسمعوش اي حد يقول لكم لا اوعى تعمل وخلي بالك مش هيجيب اي عائد الكلم ده مصحيح فانا النهاردة حبيلت اقول لكم في السريع ما هيستبقوا فاهمين ابعاد الموضوع وبرضو عندي نصيحة اوعى حد يبديك سعر يكون نازل اوي او سعر متخفض جدا او سعر لا كاد يكون يغطي التكاليف لان غالبا حيكون في مشكلة في الكورس ده او في حاجة هو مش عاملها بالوجه الامسل بتاعه فخلي بالك اوعى تقع في المسيضة بتاعة الارخص وما الارخص كالليك دائما مع البروفيشنال لو عندك اي حاجة فيها اسئلة ليعلاقة بالكورس انا جاهز اغرد على العيس وقال انت عايز تسأله ونفتح شاك ما بيننا ونعرف ايه المميزات وايه اللي ممكن نعمله بعد الكورس فاتمنى اشوفكم اتمنى ان انتو تسألوني على قد ما انتو عايزين ما عنديش اي مشكلة شكرا اشوفكم في فيديو تاني